اختلاط المفاهيم والمعايير هو احنا عايشين في حالة فوضى ده رهيبة جات ازاي؟ جات من ان احنا الحقيقة عادنا عادنا 50 سنة لنعلم قيمة الثقافة وما بنحبش المثقفين ودموم تقيل ارزال اه ارزال ارزال الناس وبتكلموا حاجات غريبة جدا اه جدا الناس ده ممتقيل وناس عاملين فهم بقى فلما اهملنا قيمة الثقافة والعلم لازم نوصل احنا في معها اه تفضل احنا حصلنا رسيل مخ فن خرام والثقافة خرام والقضب حرام كل عاجة خرام انت بتتعامل مع الطبقة دي في الوسط الفن ازاي؟ ما هم دول الطبقة دي بتاعت السينما النظيفة والسينما التي المشرعية اه 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 ما بتعمل انا بعمل اللي انا عايز اكتبه يعني انا بكتب حرط اليهود لا انت متعملتش معهم اتعملت شايفهم ازاي؟ عملت في ندواته غلابة 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 لان دي حدود الدماغ دي حدود المخ اللي هو تربى انا هو مززنبه انه تربى كده هو مززنبه انه طلع ملقاش حتى اسمها عيد العلم بس اشتغلوا عليهم هم اشتغلوا على طبعا لازم يشتغل عليه وانا عندي طربة زي دي مش اشغلش عليها ازاي اه انا هي مصر دي مش هي الريادة اه مش مصر دي هي القاطرة التي تسحب كل البلاد العربية مع عظيم احترام لكل بلاد العربية عظيم انت حايز تضرب البلاد الوطن العرب اضرب مصر اضربها في ثقافتها اضربها في اضرب القلب اضرب دولة القلب بس خلاص اه فالشغلوا طبعا لازم يشغلوا عليهم في حالة استلاب طبعا اه الحقيقة انا لازم اقول كلمة هنا مهمة جدا قول عشان الناس ما تفهمش غلط انا بحيي ما يحدث في السعودية مليون المية مش انا سعيد باللي بحصل في السعودية وعلى فكرة ده ليس لقى اي علاقة بالعكس ده هو كل اللي بحصل هناك هو بيصب في مصلحتنا هنا بقر التنوير بتقرب من بعض وبقر الازلام بتقرب من بعض فيحنا اللي بحصل هناك وبحصل في الامارات وبحصل مش عايز اخصص يعني اي نوع من انواعك يعني لما روحت اكسبو في دبي مجرد ان انت عارف تنظم حدث بهذا الحجم العظيم ده تنوير ده يصب في مصلحة التنوير بتقصد ان العواصم العربية عندما تنير طبعا الدنيا تنور طبعا الوطن العربي كله ينور مش كيفان تبقى منور انت بس لا اطلاقا بالعكس وانت لو ما تنفذتش عبرك بحتتقدم مو فيه ناس عندها تحفزات شو بص عندنا دائما انا يعني الدماغ على قدها عندها استاذ حمد احنا جينا علينا وقت كشركة لقينا ان السوريين بيعملوا دراما عظيمة ملوك الطواقف ايه مش عارف فانا وجمال الله الناس الصورة دي طالع حلوة كده ليه يا جماعة لازم نغير اللي احنا بنعمله ده فبعتنا جبنا كاميرات اللي طلت في امريكا مبارح نصور بيها وابتدينا نطلع مقرجين سينما اكتشفنا ان كل مقرجين الدراما في سوريا متعلمين سينما اصلا متوع سينما فطلع جيل كامل بقى كامل ابو ذكري مش عايزة انسى حد يعني هو مصورين جداد ده جي منين من ماك بصص على اللي جنبك فانت لازم تبص على اللي جنبك ينجح ينجح انت كمان عمل حدث ليس انتقسم منك اطلاقا لان انت المعلم هيعيش يتعلم طبعا طول عمرك احنا صنع بقى لها 100 سنة واحنا لازم نتعلم طول الوقت وانا كاملت حد وانا في سنة ده وانا بدي كرسات سيناريو بقول لهم انا بقعد اتفرق يوميا على مسلسلات طالعة في امريكا مبارح عشان اتعلم الناس دي يعني ما عندك شيء